ومعنا من سوكهولم للحديث عن دلالات إعلان الكاظمي السادس من حزيران من العام القادم موعداً للانتخابات المبكرة معنا الدكتور عبدالسلام الطائق أستاذ علم الاجتماع مرحباً بك معنا دكتور أهلاً ومرحباً أولاً دكتور ماذا يعني إعلان مصطفى الكاظمي إجراء انتخابات مبكرة في هذا التوقيت بالذات؟ هل تعتقد أن الأرضية مهيئة بالفعل لإجراء هذه الانتخابات؟ لا أبداً الأرضية الحالية ليست مؤهلة أبداً لإجراء انتخابات وإذا ما أجريت في ظل هذه الأرضية فأن مخرجاتها سوف تكون بلا شك إعادة المسرحية الهزلية للانتخابات السابقة وذلك بحكم الدستور الذي يعتبر سنداً للأحزاب الحاكمة والذي بموجبه سوف يقوم وسوف تحدث عملية إعادة تدوير لنفس الأحزاب ناهيكم عن وجود السد المتمثل بهيمنة الميليشيات وخاصة الميليشيات الولائية لإيران إضافة إلى الميليشيات المرجعية بنفس الوقت فإن هناك أيضاً عامل آخر لا يساعد على نجاح الانتخابات المبكرة القادمة ألا وهو عملية التغيير الديمورافي السياسي وعمليات الإقصار فكل هذه العوامل كل هذه الأرضية غير المستوية سوف تساهم في إعادة المسرحية الهزلية وسوف تصب لصالح الأحزاب الحاكمة وإعادة تدويرها من جديد هل يمكن لإعلان موعد الانتخابات المبكرة أن يعالش مخاوف العراقيين من النظام السياسي القائم الآن وأن يضمن عدم تدوير الوجوه ذاتها؟ لا بلا شك في الوقت الحاضر في ظل وجود الدستور الحالي وفي ظل وجود المحكمة الدستورية وفي ظل وجود مفوضية الانتخابات وهيمنة الميليشيات وعدم وجود قانون للانتخابات فإن نفس الوجوه سوف تتكرر فلا ضمان لعملية ديمقراطية ولا لعملية سياسية ولا ضمان حتى لحماية الجماهير السلمية المنتفضة أو الثائرة منذ تشرين ولحد الآن فلا توجد أي مصوّغات للقيام بعملية تجديد أو بعملية انتخابية شرعية ديمقراطية متناغمة مع مبادئ حقوق الإنسان نعم طيب دكتور المتظاهرون من ناحية أخرى يؤكدون أن إعلان الكاظمي لموعد الانتخابات هو مجرد هروب للأمام ما الذي يمنع الكاظمي من الوفاء بتعهداته الأخرى كحصر السلاح بيد الدولة مثلا ومحاكمة قتلة المتظاهرين وغيرها من الوعود التي أطلقها إذا ما زال الكاظمي يظن أن مسك العصى من الوسط ما بين أمريكا وإيران فعليه أن يعلم بأن زمن مسك العصى من الوسط قد ولّى وانتهى منذ عهد حكومة العبادي والذي انتهى أيضا بحكومة عادر عبد المهدي ولذلك فأي انتخابات لا يمكن أن تجرى ما لم يلجأ المالكي إلى الشارع العراقي إلى المتظاهرين إلى البرلمان الحقيقي إلى الشعب المتمثل بصوار تشريين لأن البرلمان هو برلمان الشعب المتواجد في صحة التحرير وليس البرلمان المتواجد في قبة البرلمان الذي لم ينتقبه 80% من الشعب العراقي على ذكركم للشعب العراقي والمتظاهرين تزامن إعلان الكاظمي عن الانتخابات المبكرة مع المقطع المصور الذي وثق فيه المعتدون اعتداءهم على فتى من المتظاهرين إلى أي مدى يؤكد ذلك فشل القوات الحكومية في أداء مهمتها؟ الدولة الغير قادرة على حماية طفل حدث غير قادرة على حماية ملايين العراقيين وعلى حماية المتظاهرين في الانتخابات المبكرة القادمة ولذلك لا بد من الكاظمي أن لا يمسك العصى من الوسط وأن يتخلص من الميليشيات لقد الذي حدث بالنسبة إلى جريمة الطفل محمد المقززة والمنافية لكل المبادئ والقيم الإنسانية أنها تعتبر جريمة مرتكبة تعتبر جريمة مرتكبة من ناحية الاعتقال بدءا بالاعتقال مرورا بالتوقيف مرورا بالاعتداء اللفظي الواقع على الطفل والواقع على أسرته فمن الناحية القانونية لا يحق للشرطة أو لحناصر وزارة الداخلية بأي شكل من الأشكال أن تقوم باعتقال الطفل الحدث لأن تلك المهمة هي من مهمة شرطة رعاية الأحداث وتوقيفه لا يجوز قانونيا بمكافحة الإجرام بل يجب أن يدع هذا الطفل بدار الملاحظة في الطوفتي بحكم قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 83 أما بحكم الاعتداء على شرف أسرته وعلى الطفل لفظا أو فعلا فإن ذلك يعتبر اعتداء على الضمير الجمعي العراقي اعتداء على شرف المرأة العراقية اعتداء على شرف الأسرة العراقية استفزاز لمشاعر الرجول والغيرة العراقية نعم نعود لموضوع الانتخابات المبكرة ماذا عن أصوات النازحين هل يمكن إجراء انتخابات دون أخذ قرار بعودتهم إلى مناطقهم من أجل التصويت هل ترى أن ما يجري يهدف إلى حرمانهم من التصويت أو محاولة استغلال مأساتهم جزء من بقاء الأحزاب الحاكمة في السلطة هو إجراء عملية التغيير الديمورافي البشري والسياسي والسياسي هنا نقصد به عمليات الإقصاء التي تمت منذ عام 2003 فالنازحين والمهجرين الذين يقدرون بالملايين سواء بالنسبة للمهجرين والنازحين فالداقل أو الخارج والذين يتجاوز تعدادهم يزيد على تعداد سكان دولة خليجية أو أكثر ويزيد على تعداد سكان فنلندا أو الدنيمورك والتي يبلغ تعدادهم قرابة 500 مليون نسمة لذلك فإن تغييب وغياب المهجرين والنازحين وعمليات الإقصاء كلها تصبح في صالح التغيير السياسي لديمورافي الأحزاب الحاكمة والذي سيزيد إلى شك من منسوب الأصوات التي تنادي ببقائها إضافة إلى الميليشيات الولائية التي ستحمي تلك الأحزاب الحاكمة ولذلك لا يمكن للانتخابات المبكرة أن تأتي بوجوه جديدة بل ستتكرر نفس الوجوه نعم دكتور عبد السلام التحرك باتجاه انتخابات مبكرة ينبغي له كما يقول مراقبون ينبغي على الكاظمي أن يعلن عن حل البرلمان مثلا تجميد العمل بالدستور الحالي إصدار قانون انتخابات عادل ألا يفترض ذلك لإنهاء هذا الاستصاء السياسي الموجود في العراق والذي سببه الدستور الحالي وقانون الانتخابات المعمول به الآن بالتأكيد ينبغي أن يقوم بذلك ولكن كما قلت هيمنة الميليشيات وكون الميليشيات وخاصة الولائية منها التابعة لإيران أو الولائية ذات الولاء الإيراني أصبحت هذه الميليشيات ليست دولة داخل الدولة بل أصبحت دولة فوق الدولة ولذلك لا أعتقد أن الهاشمي بمقتوله خلال هذه الفترة الزمنية من فترة قيام الانتخابات المبكرة أنه قادر على حل هذه الميليشيات لأن هذه الميليشيات هي من عطلت مشروعهم في السيطرة على المنافذ الحدودية علما أن المنافذ الحدودية تعتبر أصلا هي رمز من رموز السيادة الوطنية التي الميليشيات أفشلت خطته بفرض السيادة عليها ولكن يستطيع إن كان جادا الكاظمي استخدام استراتيجية خروج أخرى من هذه الحالة المأزقية بتقديم طلب وهو طلب مشروع وقانوني ضمن قواعد العملية الديمقراطية والعملية الانتخابية أن يتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والأمم المتحدة تحصل له على تفويض المجلس الأمن أو من الجمعية العامة وبموجبها تقوم الأمم المتحدة لا بالإشراف على الانتخابات كما كانت سابقا وإنما تقوم بعملية تنظيم الانتخابات وتمتلك القطرة للتأثير على المحكمة الدستورية وعلى مفوضية الانتخابات وحماية الملايين العراقين من اجداء الميليشيات وحماية صناديق الاقتراع وغيرها فليس هناك من خيار أمامه الكاظمي وسيما هو في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن يطلب حماية ويطلب الأمم المتحدة لإشراف الانتخابات شكرا دكتور عبدالسلام الطايق والسادة من الاجتماع كنت معنا عبر سكايف